السلام عليكم خوتي وشراكم لا باس بخير اه جينا نحكوا على المؤتمر الصحوفي بيب جوارديولا اللي كما قولوا مهم شوية في واحدة النقاط اللي احنا كما كنا تسألوا في هذا الموضوع عن تلاعب غدواء الذي لا يلعب قد ان يضعوا اخبارا ثانيا عن اسمه رامي بن سبعيني ونزقى اخبارا وجدنا اسمه نابيال بن طالب لان كان أخبار عليه ونضع ثانيا عن بن ناصر بن ناصر من ناصر الرامي بن سبعيني سومت صوكيه تنزل صاحبه عن اخبار بن ناصر صازا رامي بن سبعيني الخفيفه وانما حاجة مليحة اللي طلعت دقل اولا شو نسمعو بيب وارديو الله وش راهو يهضر الامور فيديو طويل ديتمن وغير شوية نيقاط هكذا اللي نحتاجها باش كي ما قولو نهضروا عليها وندخلوا في المواضع التعناه الاخرين هاكذا خوتي خليكم دقات تسمعو بيب وارديو الله سنعجر الامور على هو اضفر الامور فالنصط تقوم بيب وارديو الامور تقطه و هل سعب هناك في أمسجر الامور على الغد المفتوء من سنعجر الامور على التموضي الموضوع؟ كلما يمتعون الكثير من المنزل كما قلت بسيطة الأخيرة سألقنا لنسألقنا المنزل لا ترغب بالتحرك أحاول أن تضع المنزل في أجل المنزل لأجل المنزل أحاول أن تخلص المنزل في أجل المنزل لا ترغب بالتحركة أخرى starting from the last 3 days fest to one or two players and to normal that one of these players and to be part of that team that's lovely because in this time schedule everybody must be ready もう what you've already pretty it's an SUV I've said that the team is going to play tomorrow they can play with United and if the guys won't play tomorrow maybe won't play against United or play i don't know but for tomorrow my focus is I want to win this game tomorrow من المترجم الخاص بك وليس مما بشهده و blanketء اللعب بالنسبة لدينا البشرات في كل الفترة من الكلام منامخ وليس مرة برشاة ترى الحب ما لا أعطيه أجب أن يكون ممترك ويطاق الناس ويأتعام جدال وبعد ما سمعتو ببكواردلنة النقطة اللي حبيت نجي لها باش كما اقول ولله للي باش نطرقوا ليها سقساواه 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 أولا على تعالى تعالى اللاعبين قالوا له غدوات ما عندك ماتشرة كاليفير اك بريميار يعني تخسروا يا تربح غير كيف كيف اصغر راح تلعب اللاعبين كما قولوا اكيب واحد اخر احب يقول الصغر تعطي لهم شانس بتاع الاكاديمية ولاعبين الاخرين تخليهم باش يرتاحوا وكذا قال لهم نون قال لهم اللاعبين لازم يكونوا جنق على يماتوا وكذا وانا غدوة راني رايح باش نربح واللاعبين كما قولوا لازم ليكونوا جدي يلعب وغدوة باش نربح نحن ما حبي حبي اقصد باللين واش قال لهم انا ما عنديش ايكيب اللي تلعب باركزامبل اه واحدة تلعب لي ماتش اللي رانا كما قولوا ضامنين ولا تعادات تاع الكاربا وكذا وايكيب نون قاع عندنا احنا ايكيب واحدة وانا تما حبي يقول انا اللي نخير غدوة وش يلعب وانما مشي معنا تالي نجيب من الاكاديمية تماراني ضامن الماتش وكذا لهذا رايح سكسي واعلا في الفوردين تاني كذا سمعت الله على الماتش تاع غدوة كلش تقريبا نفس المحور راهو يدور سقسي واقالوا له باللي غدوة تسمى كما قولوا تقدر تدمج شوية لعبين صغار كذا قالهم ويقال هم انا اللي قرر غدوة وكذا غدوة راني راح نربح وحبي يقول حبي يقول له باللي تروبوزي اللاعبين باللي الماتش تاع اليونايتد اللي راهو اهم هذا صحفي واحده اخر رد عليه قالوا انا قلوا شوف قالوا حبي تنفهمك حاجة قالوا انا يمشي المدرب او الشخص اللي يقبط 11 اللاعب يقصد على وسمه تقريبا غير قولوا على على يورغان كلوب قالوا انا مشي الشخص اللي يقبط 11 اللاعب ويلعب بهم الموسم كامل قالوا نو قالوا وتسع لاعبين مريحين ما يدلعبوه ما يدوه حتى شانس قالوا نو قالوا اللي يكون واجد يلعبو اللي يخير لي يكون واجدو حي بيقدم الاضافة للفارق يلعب يدولو يعني التدوير فيها في اه وش قالوا قالوا وانا ما اللي دايما يقدم اداء مليح يكون عندو عندو كما قولوا الشانس باش يلعب كتر من المباريات يعني باش يكون اساسي في عدة مباريات كتر من الاخرين يعني وش تقدم لي لي قد مراهو هادا كوا حبي يقصد هادية وزادوا الصخياء ك ما قتل قمع لها تعلana وسمو تعلو باش يدخل شوية لعبين صغار و GM الأخرى قالوا غدوها بهذه الاعتلاء كاش انا ما عندي شديدة حта اك my shipping and is ready to Claus قالوا يقدر هو يلعب ضد يونيتد ويقضر ما يلعبش ضد يونيتد قالوا صديقه قالوا بصح هذه تعباش الروبوزي نو ما كانش هذه باش الروبوزي انا اللي عندي قا مهما ما القريراني خاليفي اللي يبقى وليتاع شامبين صليقا راني حايب نربحهم ونروح باش نربحهم يعني تقريب جدا انه ممكن غدوان شوفوا رياض محرز واذا شفنا رياض محرز غدوة كاساسي او كبادير يعني تانيك الحساب الهضرة التاعو هو ميتامن صراحاتا ما نقدر الهضرة التاعو في الانترفيو ومشي كما وش يدير في الميدان وانما مدابينا غدوان شوفوا رياض محرز يالو كان نصمع طول ضد اليو نايت اذا هو اللي اهم عندنا راكوا شايفين دوقا نجو الاولا نجو النابيل بنطالب نبيل بنطالب كان يخبر عليه دوق نقراهو لكم ديريكت ما كتبتوش في الورقة لان نيراني مسجلوا هنا يا دوق ديريكت نترجموه في البلاس سمحوا لي بار هايلك نابيل بنطالب نابيل بنطالب نابيل بنطالب الصفحة هادية اش تيسي هادية هي تقول باللي كان زوج ان ديارة هم مهتمين احنا مدابينا يخرج من شالك بو هم بيقولوا مهتمين مدابينا العلم عند الله اسك صح ولا لا 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 الفريق اللي كان يلعب فيه اللولاني ترجمة الى العربية هايلك تقول لك تقارير ان راكوا تشوفو اللي هنا تقول لك تقارير نيو كاسل حارس على اعادة التعاقد مع نابيل بنطالب لكن فولهام يريده ايضا هاي روح الفولهام خير قلق تعرض لعب خط الواسط وفقا لصحيفة كرونيكل شالك نابيل بنطالب على انديات الدوري الانجليزي الممتاز بالاضافة الى ذلك ذكرت صحيفة سانداي ميرور ان فولهام ونيو كاسل يونايتد يفكرون في الانتقال من اجليه منح شالك بنطالب تعليقا لاخر غير مسمى هما شالك اشوفو استقارية واحدة الجاردة المانية دقيقة برك تقول لك بالنبيل بنطالب نقص نقص في الشهرية تعوب مع شالك اذا ما بشي بي ما تنقص ما والو خرج منهم وخلاص هذا ما كان اه اا وش كان على بنvalue نابيل بنطالب بون جوتانيك لرامي بنسبعيني قبل ما الدخلو الى اسماعي وبن بناصر رامي بنسبعيني كانت سومة تعوب باطمنطاشر واحدةarmm16 مليون ولها وحدة OR 14 مليون ١ يطلعت ١ٰ مليون ١٨ مليون كنت هذا السومة الذين يتبع بها هذا السعر للتسويقي يشار تسويقي Victoria احسابا مثال الرقمو تعرف الشركة الي متعاقد بها يعني ايش حال القيمة التاع ومشي القيمة لجودة اللعبة التاع وانما الاندي اكيد تقدم بايزن بششري اكيد راح يكون كتر. نجور رامي بن سبعيني الخبر على غدوة اسكي الاب واللالا. اسكي الاب واللالا غدوة كان واحدة الجاردة المانية صفحة المانية. راه يتقول باللي غدوة غدوة ما يلقابش على كل حال قريت باللي راهو برا رامي بن سبعيني. برام برام الوسموبس حمزان مارجعش للتدريبات. هدي سبورت هدي يا سبورت ما لانيش مترجم ديرك خوتي راني بترفون. وحتى بالالمانيا بيش نديلكم الترجمة ما تترجم ليش ترجم ليش ترجم ليت على الانغلي بساتة الالمانية ما تترجم ليت. السبورت وان هدي تقول لك غلطبخ غيهن ديفر طاي دي غا اوس يعني غلطبخ المدافعين غلطبخ هي الاب دون مدافعين. قلق بوريسيا منش ان غلطبخ موس ان دير شامبينس ليك باي ريال مادريد اف توني اه ياتشيك هدايا. رامي بن سبعيني انت يوناس هوفمان فرتسايشن يعني راح يلعبوا بلابيهم يعني راح بوريسيا منش ان غلطبخ راح تلعب ضد ريال مادريد اه بدون تلت لاعيبين اللي اذكرتمكم او خنيكو او الفد او الفيدي هدايا است فراقليش يعني حتى المدافع هدايا واسمه نيكو راحوا في التساؤل اسكي الاب ولا لا 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 وانما راح يقولوا بلي رامي بن سبعيني والزوج لاعيبين هدو كمية بالمية ما راحش يلعبوا ضد ريال مادريد غدواء يقول لك لانه اه واسمه ضد ريال مادريد هاي لك اه بوريسيا منش ان غلطبخ موس باي جروب ان شاوداون ان دير شامبينس ليك باي ريال مادريد توني شتاك اك هداك شلي عبالي شرامي بن سبعيني بوزيتيف او كوفيد عينكيونس هوفمن يعني للي تبدو تاهم العلو مرتقي على كورونا هدي ما كال بوم هزا ما قريتهاش ما يهمش تحت اسكو المهم ما حاش يلعب اسك برا مئة بالمية ولما م quase 100 مية بالمية ما يلعبش على كل حال نجو لوليدنا اسمعين بن ناصر خوتي اسمعين بن ناصر اللي طلقت السماتوا يا خidez ما راح كنتشوفو اللي اهنا يا ه discontin ثلاته والثلاثين مليون اولو. وبعد ما كانت ستاش نهار ما شراهم بعد راح للمينان طلعت لتمنتاش ومتمنتاش طلعت لتمانية وعشرين ومتمنية وعشرين طلعت لتلاتين دقارة هي تلاتة وثلاتين مليون اولو. الله يبارك على ولدنا اسماعين بن ناصر. بون سعر قليل بسعوش حبيت نقول لكم هاد السعر لو كان جاء بن ناصر باركزون بالعب للمنتخب الفرنسي لو كان راهو يدور بين الخمسين وستين مليون حتى لسبعين مليون. هادا لانه لو تلعب في في المنتخب الفرنسي راح تكون عندك حملة ادعائية وتعال اه تعوسمهم بتاع البيبلي سيتي كتر ورح تكون جيب كتر حبي يقول هادا ما كان بس هو انما اه ماشي هادا هو السعر لي تباعه ببرك هادا سير تاع ترانسفير ماركت وخلاص نشوفوا كاش خبرها كده على اسماعين بن ناصر لايف معاكم ديراكت وانسي جامي كش ما لقوا اسماعين بن ناصر تا 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 يقول لك ريبورت ارسونال ريقة اه سيلينك اه بلايا اه ارسونال راي كما يقولون دمانا درنا عليها هادي راهم يعودوا فيها رومانو اه رومانو دقيقة هادي يقول لكم مشيستر سيتي هادي يا واسمها اه سان بري ميلان سان بري ميلان سان بري ميلان يقول لكم يزعم ان مشيستر سيتي مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط ميلان اسماعين بن ناصر ايدا لم يسجل هدفه الاول سيتي من بين الفرق التي ارتبطت مرارا وتكرارا بالانتقال بن ناصر منذ فترة الانتقالات الصيفية حيث بدأ اللاعب الجزائرية دولي في التطور ليصبح يعني هدايا خرج اليوم زوج ديسمبر قديم هدا نورمال ما حكينا في الموضوع هدا خوتي هدا وشكايا اليوم ماطلوش عليكم ونقول لكم تصبحوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام